اشتركوا في القناة في حموة أيها عيشة لغاية دلين فيه صعب اللي بتعاملها مثلاً كجارية جايلها في البيت عندها يعني اعمليه كذا وسوي كذا يعني فيه بنتي طبعاً ما تنزلش ترجي حاجة بيته بتروع عند الحموة بتمرمطها بتوجيها الشارع وتوجيها في الفران وتوجيها هنا وين اسأليني أنا أنا مدوبهم اثنين الحموة لازم توعف مع جز بنتها هي ممكن تكون قويسة بحيث ان هي توصي بنتها توصي بنتها على جزة روح يا شير خلح يعني بربيتك في حاملات كتير طيبة ومحترمة ولو الزوجة بتحب أمها وتحترمها تحترم أم جزة وكمان بتقولي مسأل نور فيه فرق بين الجيل والجيل بس يعني اعتقد التعليم بيفرق يعني عندما عندما كانوا مدخلين ان الحياة صغيرة قوي هو محدود تعليمهم كان على قد البيئة اللي هم عايشين فيها طبعاً مش حاسين ان الدنيا بتبتاد تكبر بس يعني اعتقد ان يعني فيه فجوة أقوة موجودة بس بتحاول ان احنا نتلاشاها بتعليمنا احنا وهما كمان برضو الحموات بتوعي من دول اكيد يعني فيه نسب التعليم عليها بلد ببعت شهرات صحيح بقى شي بقى الحموات زي الفل انا حما وبحب جزبينتي جداً 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 حماتي بتحبني قوي حماتي بتحبني قوي حماتي بتحبني قوي